الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلأ لأك القمار السلام عليكم وبركاته ومشاهدنا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن أتقبل منه ومكم صالح الأعمال وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة اللهم أمين يا رب العالمين ومع حلقة جديدة من فتاة والسلام وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال وأن يفقهنا ويكن في ديننا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل اللهم أمين يا رب العالمين ومع معكم فضلات الدكتور محمد حسن عبد الغفار أهلا مرحبا يا دكتور أهلا وسهلا أحسن الله عليك وإليك أحسن الله رب العالمين وأنتعكم الله بالصحة والعفية وأنا فعان الله بعلمكم اللهم أمين أمين جزاكم الله كله خبير اللهم أمين السؤال طويل شوية بس يعني هو مشكلة أسرية إحدى المشاهدات أرسلت رسالة طويلة تشكو فيها سوء معاملة زوجها لدرجة تستحيل تستحيل معها العشرة وتقول أنها لا تطيق الحياة معه والمشكلة أنه أن أهله هم من أكبروها أو أن أهلها هم من أكبروها على الزواج منه من البداية لقرابته لهم وهم يرفضون الآن تطليقها ويرفضون ويفرضون عليها الحياة معه فالآن هي اضطرت للعودة إليه غصبا عنها يعني يعيش مع كارهة شيخنا الكريم وهي تسأل هل تأكل على هذه الحياة يعيشها مش رضية الحمد لله وكفى وسلام على بديل الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابتي الكرام وآل بيته الإعظام المستكملين الشرفة وبعد يعني كيف تكون الحياة والمؤنسة والملاطفة وترابط القلوب غير وارد وكيف تطبيق قول الله تعالى وعاشروا هن بالمعروف وكيف أيضا الله الله في النساء تقول الله في النساء وهي لا تعطي شيئا للرجل يستطيع منه من خلاله أن يظهر الود والأنس والمحبة واللطفة لها صراحة هي كارهة وهي تعيش معه أكيد إذا طلبها قد ترفض وإذا آنسها لا تستأنس وإذا أراد القرب منها لا تقترب صراحة إن كان هذا الحال على ما أصف نتيجة وثمرة لما قالت الحياة لن تثمت شيئا إلا عداوة وبغضاء وممكن يحدث أمور أخرى متفاقمة في هذا الباب وقد قلت على إيه تفرق يغني الله كلا من ساحة وبعدين أصالة الأهل يلامون على ذلك الحديث كان فيه ضعف لكن يبين لنا أسسا يعني قال لا يرى للمتحبين سوى النكاح فيعني لابد يكون فيه وده ورحمه وفيه لطفه وفيه محبة وأنس بين الرجل والمرأة في البيت إلا ما يكون ستكون العيش فيها ما فيها من الضنك والضيق وأيضا لا يطيق أحد لأحد كلمة ويعني عندما يدخل من بيته مرهقا متعبا يريد صدرا يعني يحن عليه رفق تعامل ومنظر يصره إذا نظر أليه سرته هي أصلا هو لا تعبأ به ليس له مكان عندها كيف ستتهيأ له عندما يأتي كيف ستستقبله بأحر الاستقبال والأشواق وأنها يعني جامدة من غيره كل ذلك غير وقت سيأتي بالعيشة الروتينية تضع له الطعام وبعد كده تنام أو ينام وما في كلام نهيك باعا لأنه يعني لن تحتمل منه أي شيء فيه شيء حبيبك يعني نهلوم لك الزلب هو هذا يقولون ذلك وآخر يتمنى لك الخطأ هو هذا فالمسألة حقيقة الأمر الفراق أولى لها وإي تفرق من الله بس الأهل مش راضين شخنا تعمل هي ايه لا يملكون ذلك لا يملكون ذلك تقول لهم الأمر الحياة حياتي ليست حياتكم المرأة زواجها أبوها ليرفع خسيسته لابن عمها ويأخذ منه المال ذهبت إلى النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم فسأة رد الزواج وجعل الأمر إليها قالت أنا لا أبتغي رد الزواج لكن أردت أن تعلم النساء أن الحق ايه أن الحق له حياتها وبعدين ها تدمر نفسها واتدمره واتدمر الأولاد لو فيه أولاد صحيح حياتا بقى فيه عقد وفيه مشاكل وفيه نسأل الله العفو والعفية يبدو أن الأسئلة المتكررة عن الأسرة يعني معنا في أكثر من سؤال تقولوا هذه المشكلة باتت متكررة كثيرة ما تأتينا لمشاهدين آه نعم ومستواتك تماما فعلا دي حقيقة يا شيخنا يعني مشاكل الأسرة أو مشاكل الله أخفل أنا نسأل الله العفو والعفية بعض اللي نخبرهم من الحدود تدخلهم في حياة آه إلى أي مدى يا جزد الأهل إجبار البنت يبدو أن ده سؤال مترتب على الموضوع أن الأهل مش من حقهم أبدا أن هم يخبروا البنت أنها تعيش مع زوجها بالعافية يعني يعني إلى أي حد للعائلة أو للأسرة الكريمة أو لوليه أمر البنت أنه يفرض على إبنته أن تعيش مع زوجها بالغصب أو أنه هي تتزوج هذا دون غيره بالغصب هل لوليه الأمر أن يفعل هذا؟ إذا قلنا في مسألة الكفق في مسألة فقهية مختلفة فيها بالعلماء هي ولاية الإجبار على الصغيرة يعني يجبرها على الصغيرة أول بك أن يجبرها على الزواج بما لا تحب يعني الشفعيات نحن بيقولون بجواز ولاية الإجبار لأن الولي يعني هو أحرص الناس على مصلحة البنت وأعرف الناس بمصلحتها ونحن فيها قالوا لا على ولاية الإجبار وقالوا لا لا يصح أن المرأة لابد أن تكون لها كلمة وإذنها صماتها وأنه لا يصح أن يجبرها على الزواج هذا كمسألة فقهية لكن على ما قلت حضرتك في هذا الباب أنها مش مسألة إجبر فقط هو بيجبرها على شخص لا تريده أن تعيش معه وإذا قالت ما أريده ورفضت يعني يزوجها رغم أنفها ليس له ذلك وحقيقة الحديث ابن عباس حديث وارث في هذا الباب أنها ترجع يعني القاد له أن أن يجعل الأمر إليها تفسخ العقد في هذا الباب فلا يجبرها على الزواج بمن بمن لا تحب قلت هذه مفاسدها أعظم ما تكون صحيح لأن أي شوفوا حضرتك هي لا تحبوا وهو أيضا قد يكون غير موافق لها في الطباع وفي الشخصية وقد يكون أيضا له سمات شخصية منحرفة عما كانت تتمنى أو كانت تحلم بها أي شيء سيكون لآخر يعني صادفت أنها اشترت شيئا فصادفت أحدا كلمها بلين أو بشيء من ذلك أو فيه صفات التي تحبها الميلو الكل سيكون لها فهون مفاسد عظيمة جدا استحدث في هذا الباب ثمرة لهذه المسألة فلابد من الموافقة ولابد من الوفاق ولابد من الاختيار الصحيح على الزوج يطرق المسألة برمتها للبد تقول أريد أو لا أريد برضو الرجل كزوج أحيانا يعني الواحد بيشوف مشاكل كثيرة جدا إن الزوج بيبطارد نفسه على زوجته بالعافية مش هطلق أنا أستغرب جدا يعني كيف أعيش مع مرأة إن تقول أنا لا هو بيعملها معاملة سيئة لا يعملوها معاملة بما ترد الله وعشرهن بالمعروف ثم أنه يعني يعني يجبرها على البقاء معه فيعني نصيحة للأزواق شكرا الكريم أي شهامة ومرؤة أي شهامة ومرؤة تكون عند الإنسان وهو يعني يرفض وتقول له لا أريدك وهي تؤكد على ذلك وهو يبقى يعني معها صراحة هذه خصة في التعامل لهيك على أنه ممكن يفعل ذلك ليضغط عليه عشان يأخذ يعني ما كان حقا له هذه أيضا في خصة في التعامل إن لم يكن محتاجا أو إن لم يكن قد تكلف ولم يرى على الكلفة شيئا مقابلا فهو حقيقة الرجل يعني رجلاته تمنعه من أنه يرى امرأة ترفضه وكون يتوارد في مكانه هذا المفهود يكون أبعد الناس عنه طب الزوجة لو طلبت الطلاق لزوجها من زوجها لأنه يسيء العشرة هل تأثم على ذلك؟ لا ما تأثم لها لها أن تطلب الطلاق إذا قال قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولمرأة خافت من بعليها نشوزا أو أعراضا فلا جناح عليها أن تدفع حتى مالا لتفارقه قالت إني أكره الكفر في الإيمان فقال لها تردين عليه الحديقة قالت أرد قالت أطلقها تطلقها في الرواية بغير الصحيح قال تردين على الحديقة قالت وأزيد ما تستعى تعيش فلا تأثم بذلك لها قاتل من السلام إني أخشى الكفر يعني كفر النعمة بعد الإيمان فإن كانت المرأة استاءت العيشها ويا لا تستطيع أن تحتمل طلبوا الطلاق لها مخرجا يكونوا مخرجا نعم شيخنا الكريم هنا يعني فهمسوكم بمعروف أو تسرحهم بإحسان قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم نعم هي الخشية كلها في إيش؟ في إن هي تطلب الطلاق في غيرها ما بأس وسوء لإشرا أعظم بأس نعم سوء لإشرا أعظم بأس إنها تعيش معاة أو سوء لإشرا أعظم بأس نسأل الله العفو والعفو والعفو نعم شيخنا الكريم موضوع البيوت ومشاكل البيوت واللي مش عايزة تطلق عشان عندي عياله وأصلا هروح فين وأصلا أنا يعني لو إحنا هنعد عايزة حلقات وحلقات وحلقات نسأل الله العفو والعفو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي بتر في رجلي شفاق الله وعصاك ظهرمين وأبويا كان من شوية يعيره أو بيعيرها وأنا تعبت من المعايرة أعمل إيه وجزاكم الله خير يعني من درجة إن الاب هو اللي بيعير ابنه أو بنته شيء يعني نسأله العفو إِنَّا لِلّهِ الإِنَّا لَعَجَوَ نسأله العفو يعني هذا بلاءٌ لابد أن يوقف بجانب المبتلة حتى لا تسخت على قدر الله حتى يلططي بقدر الله لأن النبي قال إن الله إذا حب قوم من ابتلاهم فمن رضيه فلاه الرضع من سخطف عليه السخط يعني الوالد هنا فيما يفعله عوناً على الشر مش عوناً على خير وهو أيضاً يقلب عليه واسواسة الشيطان وهجوم الشيطان عليه حتى يتسخط على بلاء الرحمن والله تعالى ما ابتلا أقول أنا قاصد أقول بلاء الرحمن لأنه البلاء فيه رحمة لأنه هو تكفي لسائة أو رفعة في الدرجات مع الصبر والسائل طبعاً طبعاً وعلمة قرب القريب مبتلى قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك إني أحب الله قال انظر ما تقول قال أحب الله وأحبك قال إذا فاعدل للفقر التجفافة هو أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمسة في الأمسة ليبتل المرء على قدر ديني فإن كان في ديني صلابة شدده له في البلاء إن الله إذا أحب قوم من ابتلاهم فمن رضيه فله الرضا ومن سخطف عليه السخط فالمفروض في جانب الوالد أن يكون عاقلاً رشيداً أن يهيئه نفسياً إلى قبول هذا البلاء وإلى الرضا بقضاء الله جل فعلها وأن يجعله يعني لا يأس وأن يعطيه دفع للأمام وأن هذا لا يعطله وأن هذا لا يعطله ويجعله يعني يعيش حياة كريمة سهلة سمحة تعينه على ذلك مش أن تقتله وتقتل كل ما فيه من همة أن تتذبحه بهذه الطريق فتجعله إلى اليأس والقنوط وتسخط على قدر الله جل فعلها تعيير بشيء وليس له يد فيه نص الله العافية شكناً هذا لا يجوز محمد الأحوال شوف حتى لما جاء موسى عليه السلام قال أنه سلام حج أدم موسى حج أدم موسى حديث الاحتجاج بالقاطر قال موسى أنت آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة يعني أخرجت نفسك وأخرجتنا من الجنة قال من أنت أنت موسى موسى بني إسرائيل الذي خطى لك الله أصطفاك بكلامه وخطى لك التوراة بيده قال نعم فقال له آدم فقال نبيه هنا حج أدم موسى حج أدم موسى فهو قدر الله نزل عليه أنت ماذا تريد تريده يرضى بالقادر ولا تريده أن يتسخط هو يحتج عليك يقول قدر الله عليها ذلك تعييرني بشيء قد قدره الله علي فالوالد صراحة ظالم في هذا الباب ولابد أن يتعلم ويتأدب كيف كيف تعامل مع قضاء الله وده ولده ده هو المفروض أصلا يبكي دما من أجله يعني يرى أن هذا عليه لا 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 على ابنه فأنا مستغرب جدا ما هذا الجفاء أين الحنوب وأين الأبوة ارحمهم في الأرض ارحمهم في السماء إنما رحم الله من عبادي الرحماء فحقيقة التعيير يعني مش مستوعب أمر غير مستوعب من الأب غير مستوعب طبعا غير مستوعب المفروض من الأب أن الأب يبكي ينفرد ويبكي على ابنه فالذة كبدة المفروض ينفرد ويبكي وبعدين يأتي يعضده ويقول له الحياة جميلة وأنت إن شاء الله ستثمر ومثلك لا يعرقل وحتى الأمر ده ليس نقصا فيك بس يعني يقويه يقوي همته نعم شيخنا الكريم ربنا يهدينا يا رب يقول ساكن دفع ثلاثة وعشرين ألف من الإيجار واثنشر ألف رايحين لتجهيزات الشقة وأخدها يعني هياخدها متجهزة الشقة لكنه دخل فيها الغاز وعايز ياخد اتنين واربعين ألف وهو خارج هل من حقه أم لا يبدو هو دفع ثلاثة وعشرين ماشي تمام مقدم يعني من الإيجار ليش ملك لإيجار واثنشر ألف رايحين لتجهيزات الشقة تأمين لها جائزة هو الساكن هو الساكن لها جائزة اه اه يعني فيه ثلاثة وعشرين ألف دفعهم دول مفروض وهو خارج هياخدهم ليش او بيقول من الإيجار ليش هو هذا تأمين أو ليش او بيقول من الإيجار يبدو من الإيجار من الإيجار ما مش ياخدهم ياخدهم إزاي تمام واثنشر ألف رايحين لتجهيزات الشقة وأخدها ماشي لكنه دخل غاز وعايز ياخد اتنين واربعين ألف جنيه وهو خارج منها هل من حقه أم لا وهل هذا التعامل جائز كيف ياخد اتنين واربعين ألف من إيش ياخد اتنين واربعين ألف يبدو جائل قديم ده يا شيخ نوعنا لان الإجار الجديد مفروش كلام ده يعني 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 ثلاثة وعشرين وبعد كده اه ادوضب بـ 12 ألف بـ 12 ألف بقى خمسة وثلاثين صح كده ايه وياخد اتنين واربعين كمان وهو ماشي وياخد سبعة زياد عليهم يعني ده ايه شهد ماذا التعامل يعني اذا لا يجوز طبعا لا يجوز بس انا اقصد من لدي ان تتصور في حد يفعل ذلك السؤال في شيء غلط سؤال ده في شيء غلط هلا انه يقول 23 دول تأمين والـ 12 التجيز دول الرجل كاتب من الإيجار ما الكيف هياخدهم وبعدين التجيز ده مش عليه على صاحب الشقة فلو كان اتفاق بينه من 12 دول جاهز انت وانا اجعلهم لك من الإيجار مثلا السؤال ده ناقص تماما يا ريت يا اعد سؤال اخانا الكريم ام متوفية الله يرحمه ويخف الله يا رب العالمين ولها اثنتان من البنات فقط ولها اخوة ذكور واناس فكيف يوزعوا الميرات هي ماتت ماتت البنتان هم الثلثان والباقي لذلك المسحة المسحين الاخوة اخوة اناس وذكور جزاكم الله خير اسألكم دعاء وكلمة عن تربية الابناء وصلاة الرحمة نعم الشيخ الكريم نسأل الله ان يحفظهم وان يحفظ بهم وان يسلم امرهم تربية الابناء وان كانت الوعورة فيه والصعوبة لكن لا بد من الترفق لا بد من الحنوب والعطف وايضا لا بد من تأسيس الاصول الخلقية الاولى التي تتنامى عليها الشخصية لا بد من تأسيس لا بد من تأسيس الشخصية المسلمة تنمية السمات الراقية للانسان في الولد لانه من شاب على شيء شاب عليه شاب عليه وايضا يكون في ذلك كما قلت يكون مطاعم بالرفق والحنوب وايضا العطاء اغداق اغداق العطاء العطاء في هذه السن مع ضوابط الشراعية الصحيحة بيعطي قوة في التربية والامر الاخر انا انصح بسماع اشريطة محوى الأمية التربوية لفضيلة شيخ النبيل المقدم محمد اسماعيل مقدم فضيل الشيخ محمد اسماعيل مقدم نعم حفظه الله نعم دكتورنا حديث دكتور محمد حسن عبدالغفار بعض هنا يعني سبب انشغال الحياة ويخرج بالنهار ويرجع بالليل ربما يبتعد كثيرا جدا عن حتى تتبع أحوال ابنه أو ابنته وقد تكون الأم مشغولة بأمور البيت أو تكون موظفة فالأولاد يعني يصاحبون ما لا يعرف الأباء فيكون الأب فاكر من التربية أنه بيأكل وبيشرب وبيلبس وبيدخل ملايس لا بد من الرعاية ولا بد من عاردة كل دقائق الأمور ويكون بعيد بعيد في التعامل بعيد وتركهم مع الأم لأن الأم هي أصلا هذا أساس عمل الأم لكنهما بعيد بيرقب يأتي ياخذ الأم يقول الولد كيف كان في الدرس من معه من صديقه طب لما نزل لما نزلت نزلت لمين لما ذهبت وأطالت أطالت عند من ماذا فعلت يعني الجامعة هل تدرس فيها ما تدرس فيها لابد من كلية السؤال عن دقائق الأمور من بعد وعند تدخل هو لا يدخل إلا ليضبط الأمور يعني يكون المرأة فطنة في التعامل بتجعل الرجل هذا وآخر الحلول وهو يكون المهابة في صدور الأولاد لأنهم ممكن من كثرة الاحتكاك بالمرأة قد يتجعلون عليه في بتجعل إيش؟ بتجعل المهابة بأسرها فين؟ عند الوالد وأيضا كل شيء بيكون للأولاد لابد أن هي تصب عند الوالد عشان يرشدها كيف تتعامل وهو بعد ذلك يتدخل في الأمور التي يحتاجون فيها إلى الضبط وإلى الإرشاد الصحيح وإلى الحزم وإلى يعني وضع الأشياء في موضعها فيكون هنا الوالد بعيد قريب بعيد قريب لأنه واحتكاك أيضا ممكن يتجرعون عليه وممكن أيضا عزماته تفلى وممكن ما يستطيع أن يضبط الأمور لكنه عندما يراها من الخارج ويضبطها وتكون حلول بينه وبين الزوجة وتنتقل الأولاد ويبقى بقية المهابة كما هي وهو يستطيع يحزم أي وقت ده بيبقى نافع جدا للأولاد لأن الوالد لابد يعرف أن فيه رادع موجود لكن ما يبقاش فيه احتكاك لأن الرادع كل شوية أنا أهدد أضرب أفعل ضيعتنا كل شيء وحتى يعني لما أكون أنا أصلا بالطبع الولد الصغير كل مرة أنا أضربه وأنا أخوفه وخلاص أخذ على كده يعني اعتد على هذا وسيهمل ذلك بعد ذلك وهيقول أي عقاب أنا مستقبله كما تقول استوت الشخصية على أنه إيه انتهى لكن أما كن أنت بعيد وما بتتدخلش غير في الأمور المتبعدة وعلى كل التباعد بتضع حزما في مسألة ستبقى المهابة كما هي والوضع كما هو وأيضا يسمع لك في هذا كثرة المساس تجعل مسألة عادية صلى الله الهداية وصلة الرحم بخية السؤال وصلة الرحم هذه من أعظم الطاعات وأصلح الصالحات تعلقة الرحم بحجز الرحمن فقال أترضينا أن أصل من وصك ولأطعم قطعك ولذلك اشتقى لها اسما من اسمه سبحانه جل في علاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يجتنب السبع المؤبقات من قطع الرحم أو وكان النبي يقول لكفرة في مكة لكم رحم لكم قبلهاŏ ببلDERها لكم رحم أبُّلها ببلائها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل كالمكافئ بالمكافئ ليس الواصل بالمكافئ لا لما جاء الرجل له قال أصلهم يقطعوني قاله إذن تسفهم من ميل فأنت أصلا الأفضل عند ربك الل Plaid Louise Lefay duy ليش عشان هي جهة انت تذهبي لا انت لابد أن تبتدئ الواصل اليهم ليس الواصل بالمكافئ ولذلك قلنا بأن أن النبي صلى الله عليه قال 건� أراد أن ينسأ لهБ عمري ويبارك له في رزقه فليصل رحمه وصل الرحم من أعظم الطعات وقطر الرحم من الكبائل فلابد فإذا قال لي البيت بعيد المكان ده أستطيع أذهب إليه أقول لك الحمد لله عندنا آلات من أهم الآلات الآن يكون فيها الخيرات وش هي الاتصال بس ولذلك النبي ماذا قال قال بلوا أرحمكم بالسلام ده دوقتي السلام عن طريق الهاتف عن طريق رسالة عن طريق تبعث هدية يعني فيه أشياء كثيرة جدا يمكن فيها النفع يعني ده يعني بس ما فيش إعراض لإذن أحيان ربما القريب مع القريب يعني ما يباش فيه التقاء كل فترة يعني إلا بعد فترات طويلة لما فيه اتصالات لكن لازم يبقون كل يوم من اتصالات بعث رسالة للسؤال عن الصحة وصل الرحم وصل حتى لو كانوا كفره أسماء من تأبي بقر جاءت للسؤال وقالت يا رسول الله إن أمي أتت إلى المدينة وهي طامعة تطمع أننا أصيرها أفأصل أمي قال سلي أمك وينجا داك على أن تشك بيه من إسألك بيه فالتصع أمه وإيش وصاحبهما في الدنيا معروفة نعم فهذا الباب من أهمية المكان نعم شيخنا الكريم متاعكم الله بالصحة والعافية أمين يقول في الخطبة أو في الخطبة بقى إذا كانت الفتاة منتقبة في الخطبة إذا كانت الفتاة منتقبة وتمت الرؤية الشرعية وتمت موافقة الخاطب هل يجوز له أن يطلب كشف وجهيها مرة أخرى لكي يتأكد من شكلها ولكي يألفها مع سبق الموافقة الفعلي يعني هو كان في المرة الأولانية وافق خلاص له أن يطلب الرؤية الشرعية مرة أخرى له أن يطلبها بشرط أن يكون قد نسى شكلها له نسى لها ذلك وبعد ذلك أنا في الرؤية لها منهج عبينه دا دين وحقيقة الأمر هو يرى وجهه الكفين عند الجمهور وعند رحمه الله يرى بمهنة البيت بل الإمام الأوزاعي قال يرى منها العظم واللحم فيه رؤية هذه أقوال العلماء شو محمد بقى يتهكم وهو ما يفهم يجهل لا هذا علم لابد يطرح ويعلم أصلا حديث محمد المسلمة قال إن سلم قال وَلَأَنْ تَرَ مَا يَدْعُوكَ إِلَى نَكَاءَ نِكَاءَ حَيَا فَلْتَفَعْلِ يقول محمد أو غيره قال اختبأت لها حتى رأيت ما يدعوني إلى نكاة حياة فتزوجته والنبي السلام عاتب أبا موسى عش عليه قال تزوجت قال نعم قال من قال امرأة من الأنصار قال ورايتها قال لا قال ارجع انظر فإن في عين الأنصار شيء ممكن ما تقبل فهو لو نسى الوجه أو نسى الشكل له أن يطلب أن يرى وجهها مرة ثانية له ذلك حقه نعم طب حدود الرؤية يعني الشرعية يعني في أحيان الأسئلة اللي بتطرح من الطرفين بتبس زي يعني وحقيقة الأمر هو الرؤية ما الآن الرؤية أصلها للقبول القبول الذي يكون بين الطرفين المسألة الجمال جمال نسبي والروح أيضا التوافق فيها أمر نسبي الطباعة قد تتنافر قد تتوافق فالجلوس هنا مع الرؤية من أجل أن يكتب القبول مسألة بقى لأسئلة يعني أنا لما أنا أجلس امرأة أنا أوليدة زواجها تأتيني تجعلني كأني في الكتاب وتقول لي وماذا قرأت من السيرة وأين ذهبت إلى وقل لي هذا حرام أم حلال يعني بالله عليك أنا جالس مع الشيخ يشك ولا جالس يعني أنا جالس لأرى امرأة سأفتح لها نفسيا سيكون بعد عنائي وتعبي أتغزل في جمالها وهي أيضا تريني يعني يعني ما يبهرني ويجعلني أنسى كل آلامي وعندما أشكو يعني أشكو أمري إليها تكون أعظم أمه أعظم أخته أعظم بنته أعظم زوجها معي أجلس معها وأنا بتكلم معها عشان أراها في الكتاب تنطعها هذا اسم تنطعها لك المتنطعون هذا التنطع لكن ممكن تسأله أنت يعني ماذا تحب وهي أيضا يسألها بذلك وما الذي يجعلك تكون سعيدة ما الذي يمكن أن يعني أجعلك مهمومة ما الصفات التي تحبينها في الرجل يكون زوجا لك ما الصفات التي يمكن أن تكون مآخذ عندك كل هذا يطرح وده الأفضل في الكلام حتى وتعرف سمات الشخصية هنا في اللقاء ما أتحديد أنه ينظر إلى مواطن الجمال الذي يريده لأنه اليد يعني البيان بتنبئك على ما خلف اليد واليدي تنبئ جدا على جمال القوام وجمال الجسد في هذا الباب الوجه هو أجمل ما يكون في المرة هو الوجه وأجمل ما في الوجه خلينا نتكلم بقى على المسألة الأصيلة أجمل ما في الوجه العين والفم فهو يركز على ما يكون جمالا فيها وهي تركز على ما يكون فيه وسامة جدا فيما عن الرجل وساماته في رجلاته يعني رجل مش محتاج الأمر غير أنه يكون رجل رجلا هو بس وساماته في رجلاته فيبدأ يبدأ إذا رأى كده التجازب أطراف الحديث لمعرفة سمات الشخصية لها ذلك طبعا مع وجود المحرم في هذا الباب وهذا يوفق بين القلوب ومسألة الزواج الشرع يعني بيهيج المشاعر عليها جدا يا مع شراء نستطيع بكم ألباء تفن يتزوج ولا إنكار على من يريد يتزوج الوحيدة الثانية الثالثة الرابعة إذا كان يستطيع وفتح الله له ذلك لأن هذا شرع تعطيل الشرع معناها مجانبة لمرضات الله ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل ثلاث وربع سأبعا تكلمنا أنه على الإباحة أو عن نوع الاستحباب على ما قال الجمهور وقال بعض المحققين هذه مسألة خلفية لا نتكلم فيها لجب أن نتكلم من الشرع فعلى ذلك للإنسان حتى يكون الولد الذي هو المقصد الأسمى من النكاح تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمماء يوم القيام نعم دكتور محمد حسن عبد الغفار متعكم الله بالصحة والعفية واللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وجزاك الله عنا كل خير أحسن الله عليك وجزاك الله خيرا جعل الله المساعي في مرضي اللهم أمين هذا وبالله توفيق سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا فَذَافِقُونَ كَسُقْيَا الْمَاءِ كَانَا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِي النَّقِيَّا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِي النَّقِيَّا فَأَخْلِصْنِي يَتَرَبِّي وَبَارِكَ عَلَى شَيْخِ النَّبِيلَ الْخُلُقِ وَالضَّاحَى الْمُحَيَّا